حتى الشحيطة بقت موضة وتريند. مرح يا جماعة كنت قاعد معنا الصحابي اه قهوة زهرة البستان في وسط البلد. المهم كنا قاعدين قاعدة لذيذة جدا. طب ايه الناس اللي بتقعد هناك فهم عارفين ان فيه ناس محتاجين اه بيعدوا ويقول لك ساعدني انت عايز تدير وبتساعده مش عايز خلاص. بتقول له ربنا يسهلك او ربنا يوسع رزق اكو خلاص على كده. المهم فجأة واحنا قاعدين. لقين واحد بيزعب صوت عالي وبيقدم نفسه ان هو الفنان كزا. مش عقول اسمه طبعا. بكابة بيعمل مقدمة كده ان هو بيشد الانظار بس بيقول لك يا كزا يا فنان متاعنا كمان وكمان. المهم اه الشخص ده كان نظهره هو شاب تقريبا في التلاتينات كان لابس لبس شيك جدا. يعني كان لابس بلايزر ومنطرون جينز وبتاعه. المهم اه بيقدم نفسه على ان هو ساحر او بتاع خفة يد وبيعمل خفة يد كده. بدأ يعمل حاجات حلوة جدا. فعلا عنده سرعة وعنده خفة يد وعنده حاجة جميلة جدا وموهبة حلوة. اذا لو انت بتعمل ده بتبسط الناس بس ده كويس. المهم خلنا نكمل بدأ بعد ما خلص الشو اللي عمله بكزا طريقة. بدأ يليفها تربيزة تربيزة ويقول لك اديني اي حاجة او ساعدني بأي حاجة. فبرضو دي حاجة لديك حق ان انت ترفض فيها او توافق. فلما كان الحد بيرفض كان هو بيقام الدايق ويقول لك اه عزو بالله. هو هو انت ليه بتكبر الناس على حاجة زي كده. مبدئيا هو انت عندك موهبة وكل حاجة بس انت قادر تروح تشتغل. فده اسمه حاجة من اتنين. يا اما ده النصب انت نصاب. يا اما شحات واخدها ترند وموضة. مبدئيا انا مشيخ عشان اقول ان الفلوس اللي هتجيلك دي حرام ولا حلال. بس اه انا من وجهة نظري انا شايف ان دي حرام. لانك قادر تروح تشتغل. فانت استسهلت واخدت موضوع ان هو معك موهبة. وشو قدام الناس فانت تشحط. انا عايز اقول لك انت كده مش مش فنان. انت كده نصاب او شحات. بس. واكيد الشخص ده مش اول مرة يروح المكان ده. انا اول مرة اشوف في المكان ده. بس هو اكيد مش اول مرة يروح المكان ده. مش اول مرة يعمل الشو دوت في المكان ده. فا اكيد فيه ناس شافيته قبل كده غيري. اللي شافه اكتبلي في كومنت تحت. قولي رأيكم برضو هل انتم شايفين ان هو كده صح? وهل انتم متفقين مع وجهة نظري ولا لأ? انا شايف ان هو شحات شيء يكمل اخر. بيشحات بالشياكة. بس هنقول ايه ما هو? خلاص الموضوع بقى ترند وابقى بقى بقى بيشحات دلوقتي. بس كده.